اشتركوا في القناة وفي الوقت الذي احدثكم فيه تقع احداث وتتفاعل اخرى والبداية من الخرطوم والاعلان عن مهلة مدتها خمسة ايام لحل القضايا التي تحول دون التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان بعد اجتماع استمر ساعات في قصر الرئاسة بالخرطوم الاطراف المدنية والعسكرية تتفق على تأجيل توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية الى السادس من ابريل وسط خلافات يتصدرها دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني شددت اطراف العمليات السياسية في السودان على ضرورة حسم الخلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الدمج والتسريح في مدة اقصاها اسبوع وقال النطق باسم العمليات السياسية خالد عمر ان اتفاقا وقع في الخامس عشر من مارس يشكل مرجعية لحسم الخلافات بين اطراف المكون العسكري وقد حل الخلاف بين الجانبين الى عدم توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا اليوم مهلة جديدة مدتها خمسة ايام لاعطي مجال لحسم الخلافات التي ظهرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من ابريل الحالي دمج قوات الدعم السريع في الجيش نقطة الخلاف الابرز بين الجانبين الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر قال ان مسألة الدمج تجري وفق مرجعيات متفق عليها قررت الاطراف الحاضرة بالاجباع العسكرية والمدنية ان تكثف من جهدها لحل هذه القضايا الفنية العالقة خلال الفترة من الليلة وحتى يوم السادس من ابريل الخلافات بين الجيش والدعم السريع ترتكز حول المدة الزمنية للدمج يرى الجيش ان ذلك ينبغي ان يكون خلال الفترة الانتقالية بينما تقترح قوات الدعم السريع اضعاف المدة التي تحدث عنها الجيش وترى تلك القوات ضرورة اجراء اصلاحات شاملة للاجهزة الامنية قبل دمجها بينما يرى الجيش ان قضية الاصلاح شأن يخص القوات المسلحة معضلة الاساسية كيف سيتم استيعاب وتسريح ونزع بعض الجنود الذين يتبعون لقوات الدعم السريع لان هذه القوات زاد طبيعة عشائرية وتحالفاتها تحالفات اقليمية مما يصعب هذا الامر وفي الوقت الذي تتسارع فيه الخطى لمعالجة قضية دمج قوات الدعم السريع تكثف لجنة الوسطى اتصالاتها لقناع الرافضين بالانضمام الى العملية السياسية لكنها جهود لم تؤتي اكلها حتى الان نحن موقفنا هو ان نصل الى اتفاق سياسي جديد وهذا الاتفاق هو الذي يؤدي الى انهاء هذه الازمة السياسية والوصول الى التوافق المعقول الذي يضمن لنا الاستقرار السياسي والاقتصادي والامن في البلاد وقد اغلق منسوبون الى المجلس الاعلى لنظارات البيع الطريق القومي الرابط بين مدينة بورسودان الخرطوم لمدة يوم واحد عند نقطة سينكات وقاموا باشعال الاطارات ووضع الحواجز الترابية احتجاجا على سير العملية السياسية مهلة جديدة لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي وحل ازمة مستعصية بين الجيش وقوات الدعم السريع ازمة ذات تشعبات سياسية باتت تشكل هاجسا لدى كثيرين ما يهدد العملية السياسية برمتها الطهر المرضي الجزيرة الخرطوم ينضم الينا من الخرطوم شهاب ابراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي ومن الخرطوم أيضا ينضم الينا مبارك اردول القيادي بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية سأبدأ معك سيد إشهاب ابراهيم ومهلة الأسبوع حتى السادس من أبريل الجاري هل هي مهلة واقعية لتوصل الجانبين الجيش والدعم السريع لاتفاق حول مسألة الدمج طيب السلام عليكم ورحمة الله عليكم أولا خلينا ننطلق من فرضية أنه ما تبقى في قضية الإصلاح الأمني والعسكري هي قضيتين هي القضية الأولى متعلقة بالجداول الزمنية الخاصة بالدمج الدعم السريع والمدة الزمنية التي سيتم فيها هذا الدمج الشيء الثاني وهو توحيد قيادة القيادة والسيطرة في الفترة القادمة وفيه اعتقادنا أن القضيتين هم هناك تصورات أصلا مطروحة من الجانبين بالتالي لا يمكن أن نتعامل معها الآن بالتحديد في هذه القضيتين قضيتين سياسيتين بقدر ما هي قضايا فنية يجب أن تحسمها الطرفين العسكريين لأنها هي من صميم القضايا الفنية التي تكون متعلقة به اللي هو تجميع وإعادة انتشار هذه القوات ومن سمى بداية التسريح سواء إن كانت ستتم بصورة رأسية أو كانت ستتم بصورة أفقية بمعنى آخر من رتب الضباط الصف أو كانت ستتم من قيادة الدعم السريع هي دي مساعدة الفنية يفترض أن الطرفين يتحملوا المسؤولية أنت تعتبر أن ما تبقى هو مجرد قضايا فنية بمعنى أن حلها يمكن أن يكون أسهل من القضايا السياسية التي حسمت لكن ربما هناك رأي آخر في هذا المجال سيد أردول هل المشكلة هي تتعلق بقضايا فنية بحث بين الدعم السريع والقوات المسلحة أو الجيش؟ طيب رمضان كريم والتحية لكل المشاهدين بالحقيقة هؤلاء الزملاء أدخلوا أنفسهم في نفق ليس من السهل الخروج منه هذه القضية قضية معقدة وشايكة للغاية ليست من مهام قضايا الانتقال من الأساس يعني ما كان صحيح أن يطرح هذا الأمر في هذا الوقت تحديدا قضية دمج القوات وخروج بجيش وطني واحد يعني يتطلب شروط موضوعية مثلي ومثل ضيفي كالكريم عندما نتحدث عن هذا الأمر يجب أن نستمت قوتنا من الشعب ويجب أن نكون منتخبين في برلمان منتخب من الشعب ليكون لدينا شرعية ومن ثم أعضاء في لجنة الأمن والدفاع ومن ثم يمكننا أن نستدعي قادة الجيوش ويمكننا أن نضع المصفوفات ونحن مستمدين قوتنا من ذلك المكان المشكلة التي يواجهها هؤلاء يرون أنفسهم يمكنهم بمجرد يعني جلوسهم مع العسكر يمكن أن يؤثر أو يغيروا في شكل الدولة خلال فترة الانتقال وهو ما قد اصطدموا به الآن هذه القضية لا يمكن أن تحل الآن بالنسبة لنا نراها هذه القضايا يجب أن تكون قضايا مع بعض المرحلة الانتقالية وهي قضية يعني الجوهرية تتعلق بصميم الدولة وبهياكلها وتتعلق بالقوات وحتى تكون لدينا السقة والدافع القوي في التحدث عن قضية هذه نقطة نعم هذه نقطة مهمة فعلا سيد أردول نعم واضح هذه نقطة مهمة جدا سيد شهاب إبراهيم فعلا هل يعقل أن تصبح المرحلة الانتقالية والاتفاق السياسي برمته رهن اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع يعني إذا لم يتثق الجانبان ستتعطل المرحلة الانتقالية وربما يتعطل معها كل الاتفاق لماذا رهن مستقبل العملية السياسية باتفاق بين الدعم السريع والجيش؟ طبعا أولا خلينا ننظر أننا ما قبل 25 أكتوبر و25 أكتوبر وجود تعدد هذه الجيوش هو واحد من المهددات التي غطعت الطريق أمام التحول المدني الديمغراطي ودمرت كل المكتسبات التي حققتها سورة ديسمبر ما بعد 11 أبريل الآن هو أن يكون هناك جيش واحد هذا مطلب للثورة ومشروع التغيير في السودان الذي انطلق من قبل أربع سنوات أن يكون هناك جيش واحد ومهني حقيقة الأمر لم نستطع في وجود تلك الشراكة المسمومة أن يتم هذا الشيء لكن أعتقد أنه الجيد أن يسكر في هذا الاتفاق الإطاري واحد من النقاط المهمة أن يتم تكوين أو بداية تكوين أن تضمن على الأقل أن نصل إلى انتخابات ومن سما يكون هناك شرعية لكن يبقى الأمر نعم ولكن يبقى الأمر عفوا ليس أن يبقى الأمر سيدي أنا أتحدث لك هذه يمكن شرعية القبول من الجماهيرية هي ليست جديدة الآن للحرية والتغيير أو غيرها من القوة السوائية ليس الحديث عن الشرعية الآن سيد شهاد نحن نتحدث عن مشكلة قائمة بين مكوينين عسكريين ربما تطيح بكل العملية السياسية إذا لم يتثقا وهنا سأنتقل إلى سيد أردول للسؤال هل ترى بأن المشكلة بين الجانبين أعمق وأعقد من مسألة الفترة الزمنية المطلوبة للدمج وهو الأمر المعلن حتى اللحظة نعم المشكلة عقد نعم المشكلة في طبيعها أمني ولكن لديها جوانب سياسية نحن بالنسبة لنا حكومة الانتقال يجب أن تستجيب لقضايا محددة ويجب أن تعالج قضايا محددة منها قضايا اليوم ومنها قضايا الأزمة الاقتصادية ومنها التحضير للانتخابات وإكمال السلام عودة النازحين واللاجئين ولكن القضايا الكبرى مثل عادة هيكلة القطاع الأمني وقيرها من القضايا التي تعلق بالعلاقات الخارجية وقيرها من القضايا المهقدة التي تتطلب شرعية يجب أن ترحل إلى قضايا مع بعض الاتقال هذه رؤيتنا في الكتلة الدموقراطية والآن هؤلاء أرادوا أن يتكسبوا بقضايا ورأوا أنه من السهل هذا المعسكر كان موحدا ومن قبل قلنا لهم هذا الاتفاق الذي وقعتموه سوف لن يوحدكم أنتم ولن يوحد العسكرين ولن يوحد الشارع ولن يوحد الشعب السوداني الآن بدأت الظواهر واضحة وبدأت الأزمة تضب في معسكر من وقع على الاتفاق الإطاري نفسهم قبل أن نكون نحن طرفا فيه الآن المخرج الوحيد للأزمة التي يواجهوها يجب أن يحول هذا الأمر يلغى هذا الأمر تماما ينتقل الناس لاتفاق إعلان سياسي جديد وهو المخرج الإعلان السياسي يجب أن يؤسس لوضعية جديدة خلال الانتقال ومهام محددة للحكومة هذه القضايا الخلافية وهم جربوها الآن ولن تحل بهذه الطريقة يجب أن ترحل مع بعض الانتقال وهي الرؤية السليمة والواضحة غير ذلك سوف تصطدم هذه المسألة ولربما تقود البلاد لأزمات حربية إذا كانت حرب أهلية أو نزع ما بين القوات المتحاربة مبارك أردول شكرا جزيلا لك انتهى وقتنا القيادي في قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية من الخرطوم وشكرا لشهاب إبراهيم المتحدث باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي ترجمة نانسي قنقر